أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها وزارة بن موسى توزع عقوبات تأديبية على الأساتذة الموقفين قبل الخوض في التفاصيل لا تنسو الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ أمس في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقفين تمهيداً لصحب التوقيفات تحت تأثير اللجنة الإدارية التي تضم مدراء الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين حيث اعتمدت الوزارة قرار سحب التوقيفات مقابل توقيع الأساتذة على عدد من الالتزامات والمؤتمسات الإدارية التي تتعلق بالإنذار والتوبيخ إلا أن عدداً من الأساتذة عبروا عن رفضهم لهذا القرار ترجمة نانسي قنقر